هنلاقي أول نشاط عندنا بيقول إيه؟ اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين وجايب لك فقرة بيقول إيه؟ تختلف الأشكال والألوان كما تختلف الأجناس كما تختلف الأجناس واللغات وكل منا يحب أشياء ولا يفضل أشياء أو أشياء أخرى ويختار أمورا ويترك أمورا أخرى فهذا يقرأ كتبا علمية وآخر يقرأ أو يختار قصصا خيالية وثالث يحب الأخبار ولا ميزة لأحد على آخر فقط يجب أن يحترم الإنسان أحوال الآخرين واختياراتهم تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال على الفقرة اللي احنا قرأناها بيقول إيه؟ بيقول إنه نلاحظ في الفقرة إن الكلمات أو إن جميع الكلمات الملونة اللي هي الأشكال والأجناس وأشياء خلاص وكتب وأمور إلى آخره هنلاقي الكلمات دي أسماء مفرد ولا مسنة ولا جمع أحسنتم جميعا كلمة أشكال هنلاقي مفردها شكل كلمة أجناس مفردها جنس مفرد أشياء شيء وهكذا إذن الكلمات دي كلها ممتازين هي جمع طب تعالوا نشوف مع بعض السؤال التاني بيقول لي إيه؟ جميع الكلمات الملونة عرفنا إنها جمع خلاص؟ هل هي جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ نفكر كده مع بعض جمع المذكر السالم كان دائما بينتهي بإما بواونون أو يأونون بنزودهم على المفرد معلم تبقى معلمون أو معلمين طيب الكلمات دي ما تنفعش جمع مذكر سالم طب نشوف ممكن تكون جمع مؤنث سالم نفكر كده مع بعض جمع المؤنث السالم بزود على المفرد ألف وتاء معلمة معلمات طالبة طالبات أيضا الكلمات دي ما بتدلش على جمع المؤنث إذن الكلمات اللي قدامنا دي كلها جمع تكسير طب هو ليه سمينا جمع التكسير بالإسم ده؟ إحنا جمع التكسير جمع المذكر السالم بيدل على المذكر العاقل فسميناها جمع مذكر سالم بنزود على المفرد وونون أو يأونون جمع المؤنث السالم بنزود على المفرد بتاعه ألف وتاء وبيدل على جمع الإناث لكن جمع التكسير ليه سموه بالإسم ده؟ قال لي جمع التكسير سموه بالإسم ده لأنه بيكسر أصل الكلمة يعني ايه بيكسر اصل الكلمة قال لي مثلا زي ماقول لك قلم لما جا جمعها جامعة تكسيرها اقول اقلم طب كتاب كتب طب شكل اشكال طب تعالوا نشوف رقم 3 بيقول لي ايه كلمة الاشكال وكلمة الاجناس موقعها في الجملة اتفعنا قبل كده موقعها يعني ممتازين اعربها موقعها في الجملة فاعل ام مفعول به ام ظرف تعالوا نشوف كده نرجع للفقرة عشان نعرف موقعها الاشكال هي اول كلمة عندي تختلف الاشكال تختلف اتفقنا بجيب الجملة من اولها تختلف ده فاعل بسأل بمن هيقول لي الفاعل وبماذا هيقول لي المفعول مين اللي بتختلف الاشكال يبقى الاشكال فاعل مرفوع طب تعالوا نشوف كده كلمة الاجناس تختلف ده فاعل مين اللي بتختلف الاجناس ازان الاجناس ايضا فاعل مرفوع ازان عندي كلمة الاشكال والاجناس موقعها في الجملة فاعل وعنده ضبط بيكمل نفس السؤال وعنده ضبط آخرها ضبط يعني بنحط ضمة أو فتحة أو كسرة على الحرف الأخير فقط نضع ضمة أم فتحة أم كسرة ده بيعتمد على هي فاعل أم مفعول نرجع كده احنا قلنا أنها فاعل والفاعل دائما مرفوع وهتكون علامة الرفع ممتازين الضمة بالشكل ده كده فتبقى الأشكال والأجناس نشوف رقم 4 بيقولي كلمة أشياء وأمورا وقصصا والأخبار والأحوال بيقولي موقعها في الجملة هرجع للجملة واشوف الفعل اللي قبلها يحب كل مننا يحب أشياء يحب فعل مين اللي بيحب كل مننا ماذا يحب أشياء إذن أشياء مفعولون به طب نكمل كده يترك أمورا يترك كل مننا أمورا ماذا يترك أمورا يبقى أمورا مفعولون به وهكذا إذن موقع الكلمات دي مفعول به ودائما المفعول به بيبقى ممتازين منصوب زي ما درسنا في الحلقات السابقة فهيكون الضبط على آخرها إيه؟ لو بصينا كده أشياء أموراً كتباً قصصاً إلى آخره فعلشان كده هيكون بالفتحة طيب نشوف رقم خامسة بيطلب مني إيه في نفس النشاط بيقول جامع التكسير بيشبه في ضبط آخره ضبط لاحستو كده أن جامع التكسير بيرفع بالضمة وبينصب بالفتحة زي إيه؟ ممتازين زي المفرد المفرد دايماً كان بيرفع بالضمة وبينصب بالفتحة شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن